لا بأس أن يذكر من عليه الجنابة الله جل وعلا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله من هنا فذكر الإنسان لله عز وجل حتى وهو على جنابه قربه من القربات التي يتقربها الإنسان إلى ربه فمن عليه جنابه يجوز له بل يستحب له التشبيح والتهليل والتكبير وحمد الله عز وجل والحوق له ونحو ذلك من أنواع الذكر قد اختلف العلماء في الأذان هل من عليه جنابه يؤذن أو لا ولا ظهر أنه لحرج عليه أن يؤذن لأنه لم يرد دليل في الشرع يمنع الجنوب من أن يؤذن وأما بالنسبة لقراءة القرآن فالصواب أن الجنوب لا يقرأ القرآن ولا يجوز له أن يقرأه كما هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي